عندي دعوة لها يا سيد رئيس الحزب بلها دعوة من شخص يدعم في الفلسطيني تبرع لها انت تبرع لها وعمل حملة تبرع لها وبرأ اعمل كومباني معنتها ميدياتيك باهية بما انك انت ما شاء الله عليك مثقفة وتحب القضية الفلسطينية وعندك نفوذ في امريكيا وبربي اطلع لنا في الاعلام الغربي ومعنتها وعمل ايدانا للكيان السهيوني والعصابة السهيونية ودي ايدانا كذلك الامريكيا بربي وقتا نصدقو ايا تارشين المشكلة مشكلة مش في الفلحامدي فلجاب الفلحامدي وحتها مسؤولة في البلد انت تعرف فمت نظام الفش اللي كان شد البلد والي شد بقو جاب برشا فشلة من الدول اللي هما معنتها اه ما عندما حتى علاقة بتونس اليوم تحب تنظر ع التونسة ما عندكش الحق نظر على روحك بالتالي احنا وطنيين وعنا ايمان مش اليوم تربينا عليه في القضية الفلسطينية ومنساوموش ومنقترحوش اقتراحات متع تهجير عباد من ديارهم ومن كذين ومنزايدوش ومنزايدو على حتى حد نحنا ومنستغلوهاش القضية الفلسطينية ذيك القضية الفلسطينية حاجة منا وحاجة في عادتنا وحاجة تربينا به وبالتالي اه ارجع مني نجيت هذيك الثقافة اللي تربيت عليها او الجهة اللي انتي متكي عليها راي في تونس ما تمشيش وراه هذا لا تحكي فيه معنتها عار على تونس وعار على حزب معنتها سياسي اللي يكون من المفروض يكون وطني يكون حامل للقضية الوطنية راي قضية الفلسطينية راي قضية وطنية تونسية ما حابوش يفهموا العبيد رانا احنا ماناش فلسطين اما احنا فلسطين هذا اللي يحبوا يفهموا يحيزهمهم يفهموه يقول لك تلهاب روح لا نتلهاب فلسطين حاجة منا حاجة راي نابعة من الشعب التونسي حاجة ماتوا عليها توينسة حاجة نعيشوا بها حاجة نبكيوا عليها حاجة نتأثروا بها هذه خاطر تمسنا وبالتالي راهوا ألفة وغير ألفة اللي عندكم الفكر متاعه هيك اللي ندخلوا بين الضفر والحمرة واحنا في تونس من ساوموش في القضية الفلسطينية ولو بمال الدنيا ولو مهما صار وفي متابعة لأخر تطورات التدقيق شامل